أعلنت رئيسة مجلس الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن مجموعة من الإجراءات ضد روسيا على خلفية تسميم العميل السابق في الاستخبارات الروسية سيرجيس كاريبال منها تردو 23 ديبلوماسيا روسيا ودعت مجلس الأمن إلى الانعقاد من أجل ضمان رد دولي قاسا ضد موسكو وتضمنت الإجراءات العقبية التي أشرت إليها ماي تجميد أصول لروسيا في بريطانيا مقاطعة الأسرة المالكة والوزراء كأس العالم لكرة القدم في روسيا المقرر هذا العام وتعليق جميع الاتصالات الثنائية عالية المستوى المخطط لها بين المملكة المتحدة وروسيا وتحدثت ماي أيضا عن إجراءات أشد بكثير ضد الاقتصاد الروسي الذي يبلغ حجمه تريليونا ونصف تريليون دولار وقالت إن المملكة المتحدة ستتخذ دائرة من الإجراءات السرية ضد روسيا وأملت اتخاذ إجراءات دولية تجاه روسيا أيضا لكن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم كليا الموقف البريطاني واكتفى بالقول إنه يرجح وقوف روسيا خلف عملية تسميم الجسوس كذلك تتطلع بريطانيا ومن خلفها الولايات المتحدة من وراء الإجراءات التي تريدها أوروبية إلى تخفيف اعتماد أوروبا على استيراد الغاز الروسي الذي ترى واشنطن أنه أداة تأثير في القار القديمة وقد مارست واشنطن ضغوطا دبلوماسية كبيرة على دول أوروبية عدة لا سيما اليونان ودول البلقان لضمان عدم تنفيذ مشاريع التصدير الروسية الطموحة للغاز إلى أوروبا ونظرا إلى المشاريع الأمريكية الجديدة لتسييل الغاز تتطلع الولايات المتحدة إلى أسواق جديدة وعقود طويلة الأجل لشيراء غازها لا سيما في أوروبا ترجمة نانسي قنقر